حتى لا يستجيب لهذا العبد الذي يتقرب 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 و لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل فكرت لك أمصح حتى أحبه حتى أحبه نعم فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبص به و يده الذي يبطش بها و رجله الذي يمش بها و لا ينسألني لأعطينه و لا يستعاذني لأعذنه في رواية في التلمذي أجعل له في الجهالة حلمة و في الظلمة نورة أكلأه برعايتي يعني وصل إلى ولاية الله سبحانه وتعالى و هذا في علم الله ما نقول أحد يجيب و يقول الله نرى نوري و هل كيفك لأ؟ هذا في علم الله سبحانه وتعالى لكننا نقول كثرة العبادة و كثرة النوافل توصلك إلى الله سبحانه وتعالى نوافل العبادات كلها تكون سببا في محبة الله سبحانه وتعالى هذا كنام حديق قلسي نعم لذلك نقول من أعظم التأثير أنه الصلاة والصيام تجتمع في شهر رمضان صلاة و صوم صيام و قيام و عشر فضيلة و عشر فضيلة